أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين لما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُ اللَّهَ وَارْجُوا وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ فَأَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ عَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبَصِرِينَ Remember also the Ad and the Thamud people clearly will appear to you from the traces of their buildings their fate. The evil one made their deeds alluring to them and kept them back from the path though they were gifted with intelligence and skill. Remember also Korun, Pharaoh and Haman. there came to them Moses with clear signs but they behaved with insolence on the earth yet they could not overreach us. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ Each one of them we seized for his crime of them against some we sent a violent tornado with showers of stones some were caught by a mighty blast some we caused the earth to swallow up and some we drowned in the waters it was not Allah who injured or oppressed them they injured and oppressed their own souls صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَكُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْقِلُونَ and we have certainly presented to the people in this Quran from every kind of example but oh Muhammad if you should bring them a sign the disbelievers will surely say you believers are but falsifiers please visit Quran and Science in Facebook YouTube and website